يلا يا أطفال جرعة الكرتون جاهزة السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم إلى فيديو جديد من سلسلة كيف تعلم أطفالك اللغة الإنجليزية بأبسط وأفضل طريقة كنا تحدثنا سابقا بشكل عام وعرضنا في فيديو سابق قنوات مميزة يستفيد منها أطفالكم في التعرض للغة في اكتساب الإنجليزية عبر المشاهدة والاستماع وقلنا سابقا أنه يجب أن يكون المسألة يومية دورية وتتم على فترة طويلة فالطفل لا إراديا يبدأ يلتقط ويتعلم اللغة هذه الطريقة تفيد كثيرا في مسألة الاستماع والتحدث يعني يصبح طفلكم في نهاية المطاف مستمعا ومتحدثا لكن فيما يخص القراءة والكتابة هذه تحتاج إلى جهد آخر وفي الغالب المدرسة تقوم بالواجب بالإضافة إلى جهدكم أنتم في البيت كأب وأم قلنا سابقا أن هناك ثلاثة طرق للاستفادة من هذا المحتوى الكرتوني والتعليمي المقدم في اليوتيوب إما عبر تطبيق يوتيوب كيدز أو أن تجلسوا معهم دائما والطريقة الثالثة التي أستخدمها شخصيا وسأريكم عمليا كيف أقوم بها هي أن تصمموا لهم ساعة الكرتون اليومية الطفل يحتاج لأن يشاهد مسلثلات الكرتون وقد كنا ونحن صغار نشاهد ساعة في اليوم بعد المغرب قبل المغرب أما اليوم لدينا قنوات فضائية كاملة أما الآن لو تركنا الحبل على الغارب وفتحنا لهم التلفاز والجهاز اللوحي بدون رقيب أو حسيب سيضيعوا أوقاتهم وسيهملوا دراستهم والعواقب ستكون وخيمة طيب دعونا الآن ندخل في الموضوع كيف تقنع أطفالك بمشاهدة هذه الساعة الكرتونية باللغة الإنجليزية وخاصة أنهم في البداية لن يفهموا شيء فكيف سيتركوا الكرتون العربي الذي يفهموه يستمتعوا به ويشاهدوا الكرتون الإنجليزي بالنسبة لي حصل عطل في هذا الجهاز المرة الثانية تعطل بسببهم وقلت لهم خلاص مادم أنتم عطلتوه لن أصلحه من جديد أنا طبعا كنت أخطط لشيء آخر المهم أنني حاولت أن أقنعهم كنت أشتريهم طبعا مجلات وضروا ليكن في بدائل بعد فترة بدأت أعطيهم البديل الآخر البديل الإنجليزي المهم أنهم بدأوا بمشاهدة الكرتون بهذه الجرعة أو التجميعية اليومية التي كنت أعطيها لهم يوم بيوم سنرى الآن عمليا كيف أقوم بترتيب الحلقات وتنظيمها ونسخها وفي البداية كنت أختار لهم حلقات سهلة جدا معظمها أو بعضها تعليمي تعالوا الآن ننتقل عمليا إلى الكمبيوتر لأريكم كيف أقوم بالتحميل والتنظيم والنسخ ثم نعود من جديد هذه الحلقات التي أقوم بالتحميل منها هذه الفترة هذا هو الموسم الثاني قبل فترة بدأت معهم بالموسم الأول كان في تشكيلة من القنوات والمسلسلات والمقاطع ثم حاولت التغيير والتجديد الموسم الثاني بالنسبة لي حاليا يتكون من هذه القنوات أريد أن أضيف أيضا قناة اسمها Simple Songs هذه قناة أغاني للصغار مفيدة جدا وتساعدتم لالتقاط كلمات كثيرة ومع التكرار ترسخ هذه الكلمات يعني طبعا أنا أنصح دائما بالذاب إلى البلايليست قوائم التشغيل من أجل اختيار أحد قوائم التشغيل الكبيرة والتحميل بشكل مرتب وكما تلاحظون هذه المسلسلات مرتبة هنا ألفا بلاكس النحلة مايا وغيرها وفي كل مجلد سنجد الحلقات محملة ومرقمة أنا عندما أحمل الحلقة أرقمها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طبعا أنا لا أعطيهم مجلد كامل أو عدة حلقات من نفس المسلسل لكن أقوم باختيار حلقة حلقة من كل مسلسل لدي مجلد اسمه days أو IAM ويحتوي على مجلدات فرعية مرقمة مثلا الآن سأقوم بعمل مجلد جديد رقم 29 يمكن أن أكتب اليوم أو ليس من الضروري وأنسخ فيه كل الحلقات الخاصة بجرعة اليوم التي سيشاهدها حلقة من كل مسلسل الحلقة رقم 29 من كل مسلسل وهكذا اجتمع لدي سبعة مسلسلات سأقوم أيضا بتحميل هذه لم أحملها كي تشاهدوا كل الخطوات هذه الحلقة رقم 29 سأنسخ هناك عدة مواقع للتحميل وهنا تقوم باختيار الدقة عادة أنسخ 720 وهكذا لدي الآن ثمان حلقات سأقوم بنسخ المجلد إلى مجلد فرعي وضعته داخل الفلاشة اسميته English TV وهكذا كما لاحظتم إخواني الكرام الأباء الأمهات هذه طريقة صحيح ستأخذ منك بعض الوقت متعبة قليلا لكنها طريقة ممتازة جدا أنت من تحدد ما هي الأشياء التي تدخل عقولهم المهم أن ننوع في الحلقات كما لاحظتم في بعض المسلسلات أو السلاسل تعليمية مثل ألفا بلوكس وفي بعض المسلسلات الغير تعليمية وكذلك أحيانا بعض الأغاني السهلة والبسيطة وهكذا يكون فيه تنويعه 10 دقائق هنا 10 دقائق هناك حتى تنضي عليهم الساعة ساعة. ونصف بدون أن يشعروا ولا بد أن ننوح أنه في البداية يحتاج تحفيز يحتاج تشجيع وهناك طرق كثيرة فكروا أنتم كأب وأم كيف تشجعوا أطفالكم لكن ما أن تمر الأيام ويبدأ الطفل بالتعرف على بعض الكلمات والعبارات ويبدأ يفهم ويستوعب سيبدأ يشعر بالمتعة. ملاحظات أخيرة وتلميحات مفيدة حاول أن تخصص يوم للتحميل يعني ممكن تأخذ مثلا سلسلة كاملة وتحملها بشكل مرتب 1-2-3-4 إلى مثلا 30 يمكن أن تحمل محتوى الشهر كامل في يوم واحد واحتفظ بهذه المجلدات عندك وكل يوم أنسخ لهم الجرعة اليومية كل يوم بيومه. أخيرا أين نجد هذه القنوات والسلاسل التي نحمل منها الحلقات؟ أنا نشرت فيديو سابق وكذلك لدليل في المدونة هذا الدليل سأضيف إليه إن شاء الله وسأكمله بالمزيد من الروابط ستجدون كل المعلومات في أسفل الفيديو في مربع الوصف ووصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة إن شاء الله تستفيدوا من هذا المقطع وبالمناسبة يمكن أنت أو أنت أن تشاهدي هذه المستلسلات مع أطفالك يمكن أن تبذل بعض المجهود لك ولهم وتتعلموا سوية وتطوروا من اللغة الإنجليزية أشكركم على المشاهدة نلتقي على خير إن شاء الله إلى اللقاء